وينظموا معنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري دكتور أهلا بكم أهلا وسهلا بداية سعدة الدكتور في ظل قطع العلاقات مع قطر لدول شقيقة عديدة بادرت المملكة في المقدمة ثم بادرت البحرين والإمارات بمراعاة حالات إنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعليقكم على هذه المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم ممسي عليك أخير كريم وعلى الزمر العاملي معك في الاستوديو وعلى المشاهدين الكرام لكل امرئ من دهر هي ما تعود مملكة الحزم وملك الحزم تعودت دائما وعلى مر العصور أن تقدم يد العون وتقدم يد المساعدة وأن تقدم الخير للعالم كله ولو لاحظنا في شهر رمضان فقط أكثر من مئة وستة ألاف سلة غذائية وزعت على أشقاء في اليمن وأيضا مثلها في سوريا وفي العراق ولذلك هو دايدا للمكة العربية السعودية أنها تسعى دائما إلى العون ومن باب أولى الأشقاء في قطر عندما قطعت العلاقات معهم بهذه الطريقة لكي يؤدي ذلك إلى إصلاح هذا الأمر وعودة قطر إلى حضنها وعمقها الخليجي بعد أن مثل ما تفضل وزير الخارجية طفح الكيل من هذه التجاوزات وبالتالي جاء هذه اللمسة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين ومن قادة دول مجلس التعاون بمراعاة هذه الأمور الإنسانية بحكم أن هناك وشائج قربة وصلات وعلاقات إنسانية وعلاقات مصاهرة ونوع من الاشتراكات الذي تمنينا أن القيادة في دولة قطر الشقيقة تراعي مثل هذه الأمور وتعرف أن عمقها العربي وعمقها الخليجي وعمقها السعودي بالذات هو الذي كان يجب أن يغلب على مثل هذه الأمور وبالتالي يكون هناك نوع من تغليب مصلحة الوطن عن المصالح الخاصة والشخصية أو ما يرد من خارج البلاد ما حدث من الشقيقة قطر أنا على يقين أنها أجدات الخارجية تتخذ من قطر ممر أو معبر وهذا ما حدى بدول مجلس التعاول الخليجي على سلام المملكة العربية السعودية أن تقف عند هذا الحد وكأنه مبضع الطبيب الذي يجب أن يوضع في القلب أو يوضع في العين من أجل صحة وسلامة هذا الجسد لأن قطر تبقى جزء من الخليج العربي وتبقى انتدادا جغرافيا لمملكة العربية السعودية ويضيرها ما يضيرنا ويسرها ما يسرنا ولكن للأسف الشديد القيادة القطرية منذ 95 وهي تقول ما لا تفعل وتتعهد بأمور ولكنها في الخفاء أو بعد الأمور هذه لا تلتزم وبالتالي أيضا جددت هذه المطالب في عام 2011 وجددت في عام 2014 وأيضا جددت في القمة الأخيرة قمة القرن في الرياض ومع ذلك بقي الكلام شيء والواقع شيء ولذلك كانت استحقاقات قمة القرن التي عقدت في الرياض هي أن لا يكون هناك ازدواجية في السياسة يجب أن تكون السياسة واضحة ومكشوفة دون أن يكون هناك علاقات ظاهرية وعلاقات أخرى باطنية معاكسة ومن هنا جاء هذا الحزم والعزم من دول مجلس التعاون الخليجي ومن أشقائها في الدول العالم العربي وبتأييد ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ولسيما أنه أصبح الآن كاستحقاق من المؤتمر القرن الذي عقده بالرياض أنه يجب أن نتحول من محاربة الإرهاب كمنتج على الأرض إلى محاربة مصادره ومموليه وحاضنيه وداعميه ولذلك أنا اعتبرت أن تمويل الإرهاب هو الإرهاب بعينه وما لم يقف هذا التمويل ويوقف صنبور المال المتدفق الذي يتدفق إلى هذه المنظمات وإلى هذه العصابات بمبالغ مليارية يعني سار فيه شراء طائرات وسار فيه شراء أسلحة وهناك تمويل وهناك تجنيد ولا تقوم إلا بالمال ولا تقوم إلا بالمال ولذلك كان حزما وعزما وقرارا صائبا أن يتم قفل هذا الصنبور وبالتالي يجب أن يكون هناك مكاشفة ومصارحة ومركز الاعتدال الذي أقامته المملكة السعودية مع 55 دولة ووقعت عليه جميع الدول بما فيها الشقيقة قطر كانت موقعة على هذا الاتفاق ومعنا الشريك الأمريكي الذي أيضا هو داعم لمكافحة الإرهاب كان من استحقاقات هذا المركز والمؤسسة المصاحبة له أن يتم تتبع هذه الأموال من أين نشأت وأين تحل وأين تسير هناك مصارف حول العالم تستقبل مثل هذه الأموال هناك تحويلات مليونية تصب في مواطن الصراع هناك تجنيد تجنيد الآن أصبح المال يجند العصابات ويمولها ويدربها ويقدم لها المرتبات وهناك مرتزقة يستطيع أن يحارب معك باليوم أو بالشهر حسب أنت ما تدفع لذلك كان قطعه التمويل هو أول حل لقطع هذه الآفا لأسيما العالم الآن كله يأنه منها في أوروبا وفي أمريكا في الوطن العربي ومع ذلك هي لا تنتهي تستمر إذن معنات هناك من يدفعه وطالما هناك المال يسير فسيبقى الداء وبالتالي كان القرار حكيما وحازما من العالم كله ليس من المجلس الملقى في السعودية وليس من الدول الخليج وإنما العالم كله الآن اقتنع قناعة كاملة ولذلك وجدت التأييد من الرئيس الأمريكي عندما ذكر ذلك ومن أيضا رئيس الوزراء البريطانية والألمانية أن المملكة عربية سعودية ذاقت من وليات الإرهاب في المقدمة نحن ثلاثين سنة ونحن نحارب هذه الآفة ومملكة البحرين بجوارنا أيضا عانت من هذا الأمر ثم يعني تتضح التقارير أن هناك تسعة وخمسين شخصية وثلاث واثنى عشر كيانا يتلقون الدعم من الشقيقة قطر هذا نوع من الحقوق ونوع من الطعم من الخلف عندما تحضر الاجتماعات معي وتحضر المؤتمرات وتحضر وتشاركني في عاصفة الحزم وتشارك في ذا وهناك من الخلف من يمد الأعداء استغربنا يعني يقول إذا أردت أن تعرف الحقيقة فانظر الأسهم أين تتجه عندما حصلت هذه المقاطعة من الذي اعترض عليها اعترض عليها الحوثيون واعترض عليها جبهة النصرة واعترض عليها إيران فكأنهم يقولوا نحن موحدين أو نحن كل الذين تلقى الدعم حتى بالحاج الذي ورد اسمه في ضمن التسعة وخمسين والذي أصبح يمتلك أسطول من الطائرات وهو بالأمس كان مشردا ومطرودا ثم الآن يصبح رجل أعمال يعني يملك أسطول من الطائرات كل طائرة تتقل عن ثمانية تسعين مليون دولار ويمتلك قناف فضائية من أين تأتي هذه الأموال المليونية نريد فقط أن نضع دينا على هذا الدع وهذا ما يجب على الدول العالم أن تقدمه وهو الآن أصبح مطلب دولي لم يعد هناك خيار أن تقدم أو توافق أو لا توافق هو أصبح خيار وقد ذكر ذلك الرئيس الأمريكي في حديثة قبل يوم واحد عندما قال يجب أن يقف تمويل الإرهاب من أي كائن من كان دكتور أحمد في الختام هل هذه الإجراءات الإنسانية من الدول ستساهم في تغيير قطر لسياستها الخارجية أم لا؟ والله الدعوة هذه قائمة منذ انطلقت ومنذ أن بدأت هذه الإجراءات وهي وجراءات وقائية وإجراءات تصب في مصلحتها في مصلحة قطر منذ بدأت هذه الانطلاقة هو الدعوة للعودة مفتوحة ومساعي الحميدة لازالت الرئيس وزير الخارجية الأستاذ عادل جبير كان في سلطنة عمان ودولة الكويت لازالت تسعى وهناك من يريد أن يحل هذا الإشكالية لكن هل عقلاء دولة قطر وهل ذوي الحل والعقد بدولة قطر يرعون هذا الأمر ويعني يوقف هذا النزيف الذي يحصل في الاقتصاد القطري الآن هناك شبه توقف كامل في الاقتصاد يعني الرحلة التي كانت تأخذ ست ساعات من قطر من الدوحة إلى لندن أصبحت تأخذ 12 ساعة هناك حوالي 500 رحلة ألغيت حول العالم هناك أيضا التصريف الإتماني قد انحدر هناك أيضا البرصة القطرية قد هوت يعني هل ترضى الحكومة القطرية أن يصل الحال بالشعب القطري إلى هذا الحال ومفتاح الحال بأيديهم نحن لا نفرض شروط بل نطلب من الأخوة في قطر أن يفي بالتزاماتهم التي وقعوا عليها يعني ليست جديدة ولا يسمى أحدا في بؤساء الإعلام أن لدينا شروط أن نمليها نحن لا نملي شروط نحن نطالب باتفاقيات أبرمت مع قطر منذ عام 2011 فقط أنها تنفذ الآن إذن المجال أمامها لتحسين سياسة نعم لازال شكرا لكم الدكتور والمحلل السياسي أحمد الشهري كنت معنا في الاستوديو شكرا لكم شكرا لكم